بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بلدنا يوجها توري عددا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى تنسيغ مواقف الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية وأعرب الوزير الحضرمي عن تقدير اليمن لما تقدمه الحكومة اليابانية من إسهامات مختلفة في المجال الإغاثي والإنساني للتخفيف من معاناة اليمنيين خلال هذه المرحلة الصعبة مشيدا بموقف اليابان الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام وتطرق الحضرمي إلى قضية خزان صافر العائم مبينا أن تسرب أو انفجار الخزان سيؤدي إلى كارثة بيئية وتداعيات اقتصادية وإنسانية خطيرة ليس على اليمن فحسب وإنما على المنطقة والعالم بشكل عام وأن استمرار تعنت ميليشيا الحوث الإنقلابية ورفضها السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان وتفريغه يتطلب إدانة دولية قوية من جهته ومن جهته أكد القائم بالأعمال الياباني على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن والحكومة الشرعية ودعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وشامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لافتا إلى استمرار مصاعدات اليابان الاغاثية والإنسانية المقدمة للشعب اليمني اشتركوا في القناة